ليه مبلغ عند أحد وأنا في شدة الاحتياج إليه للحج وعلمت أنه ممكن أخذه عن طريق قرض هل يجوز؟ يعني إيه؟ يعني واحد ليه مبلغ مثلاً عشر تلاف جنيه أو أكثر أو أقل عندي سين من الناس اقترضوا منه قرض حسن وقد أتى موعد سداد القرض وصاحب المال في حاجة إلى المال ليستكمل به نفقات الحج هذا الرجل سيذهب إلى البنك الربوي ويقترض منه ليسدد ما عليه الجواب بحول الملك الوهاب أولاً إذا أنت قلت فنظرة إلى ميصرة فهذا تؤجر وتثاب عليه وهو المطلوب منك اثنين إذا أردت المال عند موعد السداد الذي حل فهذا حقك الشرعي ثلاثة أنت لا دخل لك إن كان أتى بالمال من طريق محرم كالقرض الربوي أو من طريق حلال فهذا حقك الذي أنت في حاجة إليه ويجب عليه أن يقوم بسداده وأما بالنسبة للاقتراض بالربا فإن الله سبحانه وبحمده قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الآية وإني أحذر نفسي وعموم الأمة من الوقوع في الربا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وكما تعلمون أيها الكرام أن هناك ربا فضل وهناك ربا نسيئة إيه ربا الفضل هذا أن أقترض منك ألف جنيه على سبيل المثال أو ألف دولار أو ألف يورو أو ألف ريال أو ألف روبيا أو مشاكل ذلك ونتفق سويا أن أرد لك المبلغ ألف ومتي أي نعم فهذا اسمه ربا الفضل وهو محرم بالسنة وإجماع الأمة أي نعم أما ربا النسيئة مثلا اشتريت سيارة أو ثلاجة أو بيت أو ما شاكل ذلك واشتريت هذه السلعة أقصات دفعت جزءا وبقي عليها جزء بمعنى أني مثلا المبلغ ربا مئة ألف جنيه دفعت متين وبقي عليها متين فبدفع كل شهر مثلا خمس تلاف جنيه أي نعم فلو تأخرت شهرين ثلاثة المبلغ يزيد مقابل التأخير كلما تأخرت كلما زاد هذا اسمه ربا النسيئة وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أي نعم كلما تأخرت عن موعد السداد كلما زاد المبلغ فعلم أن ربا الفضل محرم بالسنة وإجماع الأمة وربا النسيئة محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة فنسأل الله تعالى أن يطهر اقتصادنا من الربا ومما حرم الله تعالى وكذلك الأسر والأفراد والمؤسسات لأن الله سبحانه وبحمده قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات والنبي صلى الله عليه وسلم قال في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ست وثلاثين زنيا درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ست وثلاثين زنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام طيب بارك الله فيك وهذا سائل يقول والدي ووالدتي متوفيان وأريد أن أراهما في رؤيا ماذا أفعل ماذا تفعل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرصدون يعني إيه يعني عليك أن تصل أخواتك وإخوانك وعماتك وأعمامك وخلاتك وخوالك أي أقارب أبيك وأمك وادعوا الله أن ييسر لك رؤيتهم في الرؤية من باب قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فإن شاء الله يتيصل لك ذلك ببركة الدعاء ثم ببركة صلتك لأرحامهم والله أعلم طيب فإن الله تعالى قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم